السلام عليكم صراحة اليوم احترت في اختيار عنوان لهذا الهاتف لأنه بالفعل هاتف متميز جدا شكلا ومضمونا في السوفتوير والهاردوير ويأتي بميزات رهيبة جدا لن تجدها في باقي الهواتف كما أن سعره مناسب جدا ورخيص بالمقارنة مع كل الميزات الرهيبة التي سوف تكتشفوا معي إن شاء الله في هذا الهاتف الخارق نعم خارق بالفعل وستعرف لماذا فدعنا ننتقل مباشرة إلى التفاصيل أهلا من جديد إذن هاتفنا هو البلاك فيو بي تو يأتي في علبة أنا يقع كما تشاهد معي على هذا الشكل هنا في المواصفات تجد بأن شاشة شاشة كبيرة نوعا ما من حجم 5.5 إنش وبجودة الفول إيتش دي كما تشاهد معي عندنا أيضا الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل والخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل عندنا أيضا معالج أكتا كور بتردد 1.5 جيجا هيرتز ثم عندنا في ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام 4 جيجا كاملة وعندنا في الذاكرة الداخلية أو السعة الداخلية للهاتف 64 جيجا بايتز ويمكنك أيضا إضافة بطاقة خارجية في حال أردت رفع السعة إلى أكبر من ذلك إذن نبدأ بفتح العلبة مباشرة كما تشاهد معي هذا هو هاتفنا نضعه جانبا لنكتشف باقي الأكسسوارات إذن عندنا هنا الشاحن الأصلي للجهاز كما تشاهد معي مع قبل الشحن عندنا أيضا سماعات خاصة بالهاتف وعندنا أيضا هذا يعتبر هدية كابل أوتيجي وبالتالي فميزة أخرى يدعمه الهاتف وهي ميزة أوتيجي سنتعرف على ميزة رهيبة أخرى يدعمه هذا الهاتف المتميز ثم عندنا بطبيعة الحال الشوكة لإخراج بطاقة السيم وبطاقة الذاكرة وتغييرها وعندنا أيضا هنا دليل الاستخدام أو كتيب الاستخدام مع حامل الشاشة يمكنك تركيبه على الهاتف وعندنا أيضا كوفر أو غطاء للهاتف إذن دعنا نقوم بتشغيل الجهاز كما تشاهد معي الجهاز يفتح معنا على هذا الشكل حتى الشكل كما تشاهد معي أو اللانشار الخاص به الافتراضي شكل متميز جدا كما تشاهد ويعمل هذا الجهاز بنظام الأندرويد مارشيميلو 6 إذا ذهبنا إلى البوت فون هنا كما تشاهد معي الأندرويد 6 أيضا الهاتف يدعم البصمة كما تشاهد حساس البصمة موجودة عندنا في الخلف عندنا أيضا غطاء معدني بالكامل أو الهاتف ككل يأتي بغطاء معدني رائع جدا في الملمس وأيضا في الوزن يبطيك إحساس جيد بأنك بالفعل تمسك هاتف في يدك هاتف راقي وليس أي هاتف أيضا من أقوى الميزات في هذا الهاتف هو البطارية فتخين معي حجم أو سعة البطارية في هذا الجهاز ستصل إلى 6000 ميلي أمبير وبالتالي فهي تدوم لمدة أسبوع كامل بالنسبة للمتوسط أو المستخدم العادي السعة خارقة جدا وكبيرة للغاية أيضا يأتي بمجموعة من التطبيقات الافتراضية مثل الأبلوك هذا التطبيق يمكنك استخدامه في إغلاق تطبيقات بكلمة سر عندنا سكرين ريكوردر كما تشاهد معي لتسجيل شاشة الهاتف بالفيديو فقط بالضغط على إيقونة سكرين ثم تضغط على ستارتنا ويبدأ مباشرة في تسجيل الفيديو لجهازك كما تشاهد معي بالضغط على ستوب يتم إيقاف التسجيل يمكنك مشاركة التسجيل أو حدفه نضغط على ديلة الآن عندنا أيضا تطبيق خاص بالباك أب عمل نسخة احتياطية واستعادتها بعض التطبيقات التي لن تجدها في باقي الهواتف أعادة عندنا أيضا إلكزاندر هذا التطبيق يسمح لك بمشاركة الملفات مع باقي الأجهزة سواء كانت أندرويد أو آيريس أو ويندوز فون أو ماك أو حتى بيسي أيضا الهاتف عندنا يحتوي على منفذين لبطاقة السيم وبالتالي يمكنك استخدام بطاقتين اثنتين كما تشاهد معي هنا كما يمكنك أيضا استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية والأس دي كارد أيضا من الميزات الظهيبة جدا في هذا الهاتف هو أنه يدعم شبكات الجيل الخامس يعني ليس فقط 3G وال4G بل حتى 5G التي لا نحلم بها أصلا حاليا في الوقت الحالي في الوطن العربي فهو يدعمها هي موجودة تقريبا في دولة واحدة حاليا هي كوريا لكن هذا الهاتف المتميز يدعم حتى 5G وبالتالي إن شاء الله عندما تصل 5G إلى بلدك سوف تجد بأن هاتفك يدعمها قبل الجميع أيضا يدعم قبل OTG كما شاهدنا سابقا واحدا من الميزات الظهيبة جدا في هذا الهاتف هو أنه يمكن أن يقوم بتشغيل نفسه بنفسه يطفئ نفسه بنفسه ويشغل نفسه بنفسه فقط من خلال هذا الخيار Should you the power on and off فمن هنا يمكنك أن تجعل الهاتف يقوم بإطفاء نفسه في وقت محدد ويقوم بتشغيل نفسه أيضا في وقت محدد تجد هنا on يعني وقت التشغيل نقول له مثلا أن يقوم بتشغيل الهاتف في السابعة 40 دقيقة أضغط على OK ثم أقول له هنا Every day يمكنك أن تحدد الأيام التي تريد نضغط على done ثم أقول له بأن يقوم بإطفاء الهاتف في السابعة 39 و 30 دقيقة فقط حتى تشاهد أنت بطبيعة الحال أضغط على done لاحظ معي عندما يسل الوقت الذي سوف ينطفئ فيه هنا off سوف يتم إطفاء الهاتف وسوف يتم تشغيله أيضا لوحده في الوقت الذي حددته لو أنت هذه الميزة رهيبة جدا ومن الصعب أن تقوم بها فأمر عادي جدا أن تجد بعض التطبيقات كما تشاهد معي الآن يقول لي بأنه سوف يتم إطفاء الهاتف لأنه وصل الوقت الذي حددته له ويعطيك عد تنازلي إذن كما تشاهد معي تم بالفعل إطفاء الهاتف الميزة وهذا أمر عادي يعني أن تجد بعض التطبيقات التي تقوم بإطفاء الهاتف هذا أمر عادي لكن الأمر المعجز والأمر الخطير جدا هو أن يقوم الهاتف بتشغيل نفسه فهذا الأمر لا يمكنك أن تقوم به من خلال التطبيقات لأن أي تطبيق حتى يعمل يجب أن يكون أصلا الهاتف مشتغلا فهذا الأمر يجب أن يكون من ضمن عتاد الجهاز أو من ضمن الهاردوير ميزة موجودة أصلا في الهاتف وهو ما يوجد بالفعل في هذا الهاتف الخارق جدا فهذه الميزة لم أجدها في أي هاتف آخر أنا شخصيا الآن لاحظ معي بأنه سوف يتم تشغيل الهاتف لوحده في الوقت الذي حددته له أنا إذن ننتظر إلى أن يصل الوقت كما تشاهد معي بالفعل الهاتف يقوم بتشغيل نفسه وبالتالي فيمكنك استغلال هذه الميزة مثلا إذا كنت تريد أن تنام دون إزعاج يمكنك أن تجعل الهاتف ينطفئ طيلة الليل ثم تجعله يشتغل قبل اشتغال المنبه مثلا بخمس دقائق تريد مثلا أن تستيقض لصلاة الفجر أو للعمل مثلا في السادسة فيمكنك أن تجعل الهاتف يطفئ نفسه مثلا في الثانية عشر ليلا ويتم تشغيله قبل السادسة بخمس دقائق أو عشر دقائق أو نصف ساعة يشغل نفسه تلقائيا حتى يعمل المنبه في الوقت الذي تريد أن تستيقض فيه وهذه ميزة رائعة جدا أولا تجنبك الإزعاج الذي يمكن أن ينجم في حال اتصل بك شخص ما في الليل وأيضا تحافظ على البطارية لأن الهاتف سيكون منطفئا كما أن الهاتف يدعم أيضا اللغة العربية وبالتالي يمكنك تحويل الجهاز بالكامل إلى اللغة العربية كما تشاهد معي الآن تم التحويل إلى العربية كل الإعدادات كل شيء موجود عندنا باللغة العربية إذن لا شك أنه هاتف بمواصفات رهيبة جدا خصوصا البطارية الخارقة جدا دعمه للفايف جي أيضا دعمه لميزة التشغيل التلقائي وكل هذه الميزة الرهيبة بالإضافة إلى الشكل الأنيق جدا والقوة في الأداء فكل هذه الميزات وكل هذه الخصائص يمكنك أن تحصل على هذا الهاتف فقط بحوالي 170 دولارا فقط هذا العرب متوفر فقط لـ 12 يوما إذا استخدمت الرابط الموجود أسفل الفيديو للشراء لكن إذا تأخرت وفاتتك هذه الـ 12 يوما فيمكن أن تجد الهاتف بسعر أغلى من ذلك على الأقل سوف يصبح بـ 190 دولارا إلى 200 دولار لذلك إذا كنت تريد الحصول عليه فقط بـ 176 دولارا فاستخدم الرابط الموجود أسفل الفيديو وإحصل عليها الآن فورا قبل الجميع بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى لايك مشاركة واشتراك ثم الاندمام إلى صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته